تحرس مدرية الأخبار بالقناة الثانية على أن تكون الإبداعات الثقافية والفنية حاضرة في ناشاراتها هذا إضافة إلى إعطاء الكلمة لضيوف من المبدعات والمبدعين للحديث عن إنتاجاتهم وكذلك لإبراز شغالة المتقف بقضايا الإبداع وليتصلية الضوء أكثر على إلاء القناة الثانية المكان المتميز للإبداع الثقافي بكل تنوعاته تحضر معنا الزميلة سعز عتراوي لهي صحفية وكذلك معدة برنامج ضيف الأحد لكيدوز بنشاراتها الإخباري بالقناة الثانية مرحبا بك وكذلك الزميل العربي رياضي هو كاتب صحفي قبل أن نوصل النقاش لنتابع جميع المقتطفات من مواد ثقافية يتم بثها بالنشارات الإخبارية بالقناة الثانية ترجمة نانسي قنقر أخير بداية معك سعاد الاشتغال على قضايا الثقافة قضايا الثقافة بأبعاد متنوعة وغنية بالمغرب غنية بروافده الثقافية في نشارة إخبارية ليس في برنامج كيف يتم الاشتغال؟ ما هي الصعوبات أو المجهودات التي يقدر بش هذا المنتوج الثقافي يكون متميز ويقدر يوصل أوسع الجمهور في كتاب النشارة الإخبارية؟ مرحبا عبد الهدي الاشتغال على الثقافة بمديرية الأخبار هي عادة يومية كي مرسها جميع الصحفيين بقسم الأخبار عدنا ربع مواعيد إخبارية الظاهرة والأمازيغية الفرنسية والمسائية هي في كل نشارات وعند نهاية كل نشرة كيكون ختام ميسك اللي هي موضوع تقافي أو فني الحضور ديال البرامج تقافية بقسم الأخبار عدنا فقرة تقافية أسبوعية كل يوم سبت باللغة العربية وفقرة ثقافية أسبوعية كل يوم خميس باللغة الفرنسية وأيضا برنامج أو فقرة ضيف الأحد تبت كل يوم أحد نشرة الظاهرة وطيلة الأيام الأسبوع وعند نهاية كل نشرة لا بد من تواجد موضوع فني أو ثقافي طبعا من مدينة سدار بيضاء والرباط أيضا من مختلف مكاتب الجهوية للقناة الثانية معاري تشكيلية، صهرات، ندوات، توقيع كتب يعني هناك كي يكون مواضيع متنوعة جدا أخا العربي بلا شك أن الإعلام العمومي اليوم مطالب أنه يعطي للتقافة المكانة ديالها خاصة كان عفوا أنه في المغرب بلد غني ثقافيا بروافيد كثيرة وشك تشوف اليوم القناة الثانية من خلال نشرة الأخبار أن هذا التخصيص اليومي لرابورتاجات وإلى مثلا أكثر الإبداعات مختلف سواء غناء إصدار تقافي إصدار هذا وش نتكافي أنه يخلي الجمهور يعرف ما يجري في المشاهد التقافي المغرب بداية سأخلينا نحيي الأستاذة سعاد على المشاهد الذي كان دير في البرنامج ديالها وتبارك الله عليها وجميل أننا كنشوفه وحده البرنامج ديال ضيف الأحد مثلا الذي كتبته القناة الثانية أما بالنسبة الفترة الزمانية المتاحة التقافة بصفة عامة ما أعتقد بأنها شي حيها جدا التقافة التقافة اليوم ما بقناش كنت تكرع لها على أنها طرف أو شي زائد التقافة راشي حاجة للدخلها في عقلية الإنسان وفي عمق الإنسان التقافة خصصة كن عندها مساحة أوسع على ما أعتقد كان عرف الظروف دي الاشتغال في القانوات كان عرف بأنه كن عدة مهام عدة أشياء ودك شايش كان حي الأخ سعاد والإخوان اللي كيخدموا في هذا المجال كان عرف أن المجال التقافي كان عرف بأنه مضني غير بالنسبة الضيوف غير باش تعيط على كاتب ولا باش تعيط على مبديع وهذا عراك يتطلب وكيطلب واحد الصبر واحد والقبول دي الإنسان اللي تقدم هذا الصحفي اللي تقدم هذا المادة وكيفش كيختاره وكتعرف الكتاب ميزاجيين اللي مقفلك شاي كبرسوناج وميكون ش عندك باقاج كولتيرال قليل فين اللي كيبغي يجي عندك ما بنسبة المساحة عثا قد بأنه في القانوات العمومية بصفة عامة أنه مساحة شيحيحة جدا وخصبره ميج لازع ما يكون عندها مساحة أوسع على طيلة اليوم لأنه عندنا جمهور عندنا جمهور دي التقافي فنا مش ما عندناه مشكلتنا أننا لا نغامر كنتوش هنا عرف الصحفيين بطبيع الحال أنا كنعرف إخوتي في الدوزين كنعرف التقافي اللي عندهم ولكن كنتذكر على الإدارات المسيرة لأنه خصنا نغامروا ونحن نبادروا راكين جمهور دي الهد الوجبة الجميلة الوجبة الثقافية الجميلة غير نحن خصنا نقدمها لهم بشكل أوسع وكتولي مثلا دوزام أو باقي القانوات كتولي هي ملد المثقاف كيف ما قلت يا أستاذ عندنا جمهور وعندنا مغرب متنوع عدنا بلد غني جدا ثقافيين وفنيا يعني شمال مغرب مثلا بطراته وطقافته وفنه منها بطول الجنوب مثلا الصحراء يعني واحد الثراء واحد الغنى ملهم وممكن يعطينا مجموعة دي الأفكار دي البرامج لتغني إعلام دينا للمرء وللمسموع وللمكتوب إذا ما قررنا البرامج المعروضة وبين الغنى والثراء للمغرب نجد الكفة يعني غير متساوية بالمرة المغرب يحتاج أكثر من هذا الدليل هذه لسبة دينيال هذه نتفاعل سعاد أنا كلامها صميم المعقول وصادق جدا الدليل هو أن قنوات أجنبية كتقدت تقافى من المغرب بشكل كبير وكنشوف إحنا القنوات الدولية كيف تقدم منك التحليك على شيء توراة ما ولا شيء لون غنائي ولا شيء أو على التشكيل أو ما إلى ذلك لقاك الدرسات تكتبني شبكة البرامج ديالها من المغرب فعلا في الوقت اللي إحنا ما أعطين شيء المهم نعم أنتوما في القناة الثانية وفي مديرية الأخبار كيف تشتغلوا في اختيار المواضع كما قلتو بأن كين جمهور كين الناس اللي متعطيش أنه يعرف هذا الغينة التقافي دياله كيف تشتغلوا باش تولي هذه المادة الإعلامية في السمع البصري كمنتوج قادر يوصل أوسع الناس يعني هذا مجهود كما قال رياض مجهود اللي هو مضاعف ومضني أحيانا بداية سنة نتحدث من المنطلق الفقرة اللي كنقدمها اللي كنلقوم بإعدادها هي فقرة ضيف الأحد كنشوف بأن كين واحد تعطوش كبير واحد الاهتمام كبير واحد في أواسعة ديالناس ضيف الأحد بما أن البرنامج إخباري بداية سنة كنحاوله ما أمكان يكون الضيف أو الضيفة ديالنا مواكب الجديد مثلا صدور كتاب جديد أو فيلم جديد مثلا كيكون أولا هذا هو العنصر الأساس وكأننا أقول برنامج ضيف الأحد كيهتم بالمجال الثقافي والفني كيحضر عندنا الضيف في قسم أخبار كيكون حوار من عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة في قلب هذا الحوار كيكون بت بورتري عن الضيف كي يسرد المسار أو مسيرة دياله مع بعض الشهادات ديال المقربين منه هذا بالنسبة للبرنامج ضيف الأحد يعني يقدر يكون اليوم عدنا ممتيل غدا كاتب، رصام، منحات كنحاوله ما أمكان يكون تنوع ويكون غينة ما يمكنش ندره أربعة أسابيع متتابعة مثلا كاتب أو روائي أو كاتب قصة قصيرة دائما خلص يكون هناك تنوع التنوع أيضا في الجنسين يكون كاتب وكاتبة كنحاوله ما أمكان تكون مناصفة بعض المرات ما نقدرش نتوفقه لغياب بعض النساء في بعض المجالات الفنية أو التقافية لكن احنا حريصين وهذا الوعي حاضر دائما بأن الحضور يكون النساء على قدم مساواة مع الرجال كانت تحدث الآن على ضيف الأحد فباقي الروبورتاجات ديال الأخبار هناك تغطيات بالعادة كيكونوا تغطيات ماشي زيما روبرتاجات احنا كنخلقوها الموضع التقافية التي تبت في النشارات الإخبارية كلها كتكون عبارة عن تغطيات أحداث ماري التشكيلي، مهرجان، ندوة تقافية مثلا يعني فقط كتكون هناك تغطية للبعض الأنشطات التقافية أما الفقرتين التقافيتين باللغة والفرنسية كنلاحظ بأن الفقرة مثلا الفرنسية كتكون فيها عرض أهم الأنشطة التي كنا في الأسبوع الفقرة التقافية بالعربية فيها اجتهاد كبير كتحاول ما أمكن تختار موضوع تم وكتنقشه كنحاول قدر الإمكان وقدر الوقت الذي يسمح به نشرة الأخبار الوقت ضيق في نشرة الأخبار مثلا النشرة عمرها نصف ساعة أخبار سياسية، اقتصادية، اجتماعية كيبقى الموضوع التقافي في نهاية النشرة فيه دقيقتين مثلا هو حاضر لكن حاضر بشكل ضيق جدا كيف تشوف أنت الإعلام اليوم يقدر يبرز خاصة في ضيف الأحد أنه أسماء اللي ربما تتشتغل في الضل والناس ما كعرفوا شي من خلال إبداعات ديالها ولكن ضيف الأحد كيقدر يعود يبين هالجمهور يبين ذاك الجانب الإنساني في ذاك المتقاف في اشتغاله ومصاره في البداية كنحيي سعاد كنحيي قال الإخوات اللي يخدمون في الضلة أنه كنعرف المشكل في التقافة التقافة ما عليها إقبال بصيفة عامة في ساحة الوطانية ما كنش إقبال راه باش تقلبوا باش تنقبوا باش تتبع الكتوب والإصدارات الجديدة والأفلام الأخيرة وكذا وكذا راه تطلب واحد المتابعة واحد المتابرة من الصحافي أيضا عندك الإكراه الثاني الإكراه الثاني هو ذلك المتقاف أو ذلك المخرج أو ذلك الممثل أو وش غيقبل لك وش ما غيقبل شي لك وكيفش تقنعوه هدا عمل صحافي إحنا كنفهموه داخل ديالو كهدا وكيفش أنت تكون مقبول أكتر وأكتر إقناعا هذا كنعرف أنا الجهد لكي لكي يدار كتحاول دوزام أنها من خلال أنها كتعطينا واحد الفروي في آخر كل نشرة ولكن ذاك الفروي بحل قلتي شي شي تمر ماشي بوز كريسة يعني ما ضعيف جدا أنه ماشي يعني كل المجهود ما يخص المساحة خص المساحة أنا ممكنش تذكر لي أنا مثلا دير كتاب وأنا ممكنش تذكر لي معا في دقيقة وإحنا كنعرفو يعني المزاج ديال المتقاف أو ديال الكاتيب كيف شوية الاعتبار وشوية كذا وهذا دورنا كعينا إحنا خص نخلولي الإيبة دياله وإحنا خص نسوق الإيبة دياله وإحنا خص نسوق هذا دورنا لأن هذا وطننا وهذا المتقافين ديالنا وهذه بلادنا دونك إحنا اللي خصنا نحافظو الإعلاد باش نجوبك أستاذ بالنسبة للضيوب اللي كيجوا عندنا في النشارات بشكل يومي كيكوا عندنا ضيف صالون من غير ضيف الأحد كيكون ضيف صالون كيكون ضيف مثلا صدرتي كتاب جديد كنهضروا عليه وكيجي الكاتب كيهضر على الإصدار دياله مبدئيا في الأول كنهيئو كنقول لها اللقاء لا يتعدى خمس دقائق باش يعرفها باش تلأسئلة مثلا عندنا خمسة أسئلة الأجوبة دياله تكون حسب الوقت الزمني المخصص له كنضا جل الضيوف كيتفهموا هاد المسألة يعني باش الكتاب يصدر او يبرز في نشرة الأخبار مع حضور الكاتب مع شرح أهم مضامي الكتاب ولو دعما خمس دقائق بعض المرات تفي بالغرض مادة إخباري يام كيف اشتغل كيف الضيف الأحد وكتشتغلوا أنكم تهرسوا هاد الكليشي ونتبينوا بأنه بالفعل كين جمهور اللي باغي هاد النوع من المواد التقافية اللي كتنشيل العمق اللي كتبرز هاد أولو أنه ماشي بالضروري تكون وحد عندها نقوله الباز ولكن كتخلي هادك الجمهور يتفاعل بشكل عقلاني وبشكل هذا مع هادك المواد اللي كيخلي الجمهور يتفاعل مع ضيف الأحد هو تنوع الضيوف مثلا معديش أنا أقول نهار غنجيب لهم كاتب كبير في السن وكبير في التجربة ممكن غدا يكون فنان ممثل محبوب عندهم مثلا غدا قد يكون رسام فنان شكيلي قد يكون نحاس قد يكون مغنية قد يكون ممثلة مخرجة يعني هادك تنوع في الضيوف كنظن بأنه كيلبي احتياجات الجمهور الواسع كين إقبال؟ أنا كنجس النبض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع ضيف الأحد تم كلمس ذاك الاهتمام وتعطش الجمهور المواد ثقافية من ذاك النوع وكل ضيف عنده جمهوره عنده متتبعيه يعني ما تقولش هذا الا كل ضيف عنده جمهوره وعنده متتبعيه نتابع جميعا تصريحات وشهدات لمواطنات ومواطنين حول الحضور الثقافي في نشرة الأخبار بالقناة الثانية كان شجاء بحل البرامج الثقافية غير هو المشكل اللي عندنا بالنسبة لي أنا كنتالب أنهم يشوفوا مدون مختلفة لأنه كل منطقة والثقافة ديالها كل مدينة والثقافة ديالها وبحال هذا البرامج التي تتعرف بثقافة المغربية والثقافة المغربية سيكون جميلة لكي لا تستطيع متواردة من الجيل الجيل هي فقرة جميلة تستفيد منها حمل حاجة غير أخصة لأنها تستفيدة على مدى بعيد لا تكون غير محدودة في النار هذه الفقرة كانت تعجبنا بثقافة في المجال الأدبي والفني ونرى ديجان باقي صغار لكي نرى المواهي بجانبهم في هذا الدومين بعد ما شاهدنا شهادة المواطنين ومواطنات حول ضيف الأحهاد وحول كذلك الحضور الثقافي في نشارة الأخبار نريد أن نسألك سعاد كيف تتفاعله مع هذا الجمهور؟ عندك صفحات في وصائل التواصل الاجتماعي كيف يكونك تفاعل من خلال الشهادات والملاحظات كذلك إلا كانت ديال هذه الجمهورات؟ بصرحة أنا بعض المرات كانت تفاجأ من تفاعل الناس مع بعض الضيوف كنقول ربما هذا الضيف من الزمن المنسي لا يعرفه أحد فإذا بي أتفاجأ بمجموعة من الناس من الكتاب من جمهور من طلاب أساسدة باحثين كيعلقوا على الفرحة ديالهم باستضافة الكاتب الفلاني وبعض الأحيان يقترحون علي بعض الأسماء غيرة منهم على بعض الكتاب يقترحون دائما بعض الأسماء وأكيد كيكون هناك تجاوب وأنا كي كنجس النبض كنجس النبض ديالاهتمام ربما هدينا ممكن ندير واحد دراسة صغيرة من ضيف الأحد كان اهتمام كتير بالثقافة ونس متعطشين لها وكي يبغي يشوفها في التلفزيون وكي يبغي يشوف أسماء رصينة لها هذه الأسماء كتلقى هو ما عنده لا حساب لا في الفيسبوك ولا في الإنستغرام ولا يشتغل في الضل يكتبه فقط يعني هاد الناس عندهم متتبعين ديالهم وكي يبغي يشوفوهم في الإعلام حاضرين لمنحية الجنس البورتري ولا منحية الحوارات الإخبارية ولا البرامج يعني الناس متعطشين يعني خاصة الإعلام هنا يلبي الرغبات ديالهم من خلال انفتاح على مجموعة ديال مجموعة ديالضيوف من مختلف المشاري بالثقافة العربي طرحتي قبيلة بأن هناك قنوة أجنبية لبما تنهل من تورة ديالنا ومن الإبداعات ديالنا الغنية وكين كذلك وحد الوفرة نقوله ديال وصائل التواصل الاجتماعي له ربما بعد مرة ما كنعطيش لذك التقافة أو للبعد التقافي ذك العمق دياله يعني كما قالت سعاد ذك الراسانة دياله وذك الإبداعات دياله في العمقها الحقيقي كيفاش يمكن قولوا أن الإعلام العمومي للزمالاء والزميلات اللي كي يشتغلوا يمسكوا بذك الخيط الرافيع يعني يقدروا يدي في هذا الجو وفي هذا الوفرة اللي ربما كين بعض مرات كتكون بحل تسونامي يقدروا يعطيونا مواد اللي هي تخلي التقافة تأخذ ذك الحجم دياله الحقيقي اللي غيتقدم الجمهور وهو صدقان، صدقان أنا ما كيديروه فنزا مراه رادك وجهت عميين ويقبل ليه لأن ذك شي كيتطلب راكي ما قلت لك كويلا أنا هو ممكن شي أنا غدينجي أنا سعاد وغديجي عندي واحد طايف ليهو مثل ناخدوحنا بوصفور أو لا أي اسم اللي اسماء وقنش دياله وقنش دياله وقنقدموه في واحد طرف وجيزو ومبساط را خدمة را تبارك الله را جهد وقنقدموه كما يليق وعاجب صاحب الكتاب را مأسا حدثوا عنه يفوق سعاد ويفوق الهادي والعربي أي إنسان أنا كنت أذكر على إنستراتيجي إعلامي ديال القنوات ديالنا العمومية أنها تستغل براغماتيا الممكنون التقافي المغربي إلي مشيتي غير إلي بغيت التقافة إلي تبعتي المغريب على الأقل على الأقل اللي في دماغي أنا وحاسبتك الطلاحة اللي عندي كان على الأقل واحد ستة وخمسين إقاع في المغريب إقاع ستة وخمسين إقاع في المغريب كل واحد يحكي عنه ينطاق وكل واحد يحكي أشياء وأشياء وفيها قصاص وقصاص وقصاص أنا أعطيت كغير في المجال في المجال اللي أنا لست مخصصاً غير اللي عرفت من عند الإخوان الخبراء والناس اللي كتبعوك أنا عرف بأنه كنت وكل إقاع مثلاً أخديتي أقل ولا أخديتي مثلاً الحمدوشي ولا أخديتي قصاص وقصاص وأغاني وكلام اللي تدير منهم أفلام سوف يدير المغريب يعني عنده واحد الخزان هائل وهائل جداً أرى ما جوش الأعداء والخصوم كيتبعونا على بعض الألوان التقافية ديرتنا كاك أرى عارفين إيش كين أرى عارفين هذا رهم دخول مالي هذا ره تعبير عن هوية هذا تعبير عن تنوع دي البلد بلد كبان في مساحة الجغرافية صغير لكنه كبير بتقافته عنده الزخام عنده عنده عدة أشياء ما نفتحنا شيء مثلاً على على بعض الأشعار الزجالية نحن ممكن نقدموش الزجال في قناواتنا أرغبا أنه كتقر قصائد مثلاً نمشي تلملحون قصائد زجالية بالعاروت وأرفع مما كنتب من بعض القصائد التي نتبجح بها من المشارك بكثير بالعاروت دياله وبالميزان دياله ومحسينات البديعية وحل الجمال هل تعرفنا على هذا؟ هاتشي كله خصنا نجاوبو عليه أكيد أن زملائنا الصحفيين في القناة عارفين هاتشيهم وحالفين على هاتشي ما غير يديروا أنا كندوي على استراتيجية التي تكون عندنا كوزارة كبلد كعكومة أننا نخدمه تاريخ البلد أيضاً كل صور يحتاج فيلم وطائقي مشير روبرتاج تاريخ البلد يعطيك برامج ثقافية كنضمن لك عشر سنوات القادمة وأخي سعاد في هذه التنوع الغينة التقافي أنتم في مديرية الأخبار في القناة الثانية أكيدوا أنكم في معالجة ديالكم أولا إبرازكم لهذا التنوع التقافي كتخرجوا على هذا المحور اللي كان واحد اللي وقيتهم دار بي دار باطل فيه كانت ثقافة كتدير وكي حاول تعطيوا هذا البعد الوطني الكبير فهذا كيف كتشتغلون تهم خصاً أن المديرية الأخبار كتتوفر على مكاتب جهوية وكيف كتساعدكم كذلك أنكم تنفتحوا على مثلاً البعد الثقافي في الأقاليم الجنوبية في الشامل كما ترحتي قبيلة في ذاك الغينة ديالو في الشرق أيضاً في الملحون في المناطق ديالو المكاتب الجهوية في القناة الثانية من الشمال الجنوب من الشرق الغرب دائماً حاضرة في نشرات الإخبارية وأيضاً مواضيعات ثقافية أكيد ممكنش في كل أسبوع وكل نهار كيدوز مع ريش كيلي مرباط ولا مكازا يعني هذا ممكنش حناياً قبله عسل مشاهد أكيد هو حاضر حاضر هذا التنوع ديال المكاتب الجهوية وبالنسبة للفقرة الضيف الأحد أنا كنقول بأن أغلبية الضيوف كيكونوا ساكنين في هذا المحور ديال بدار بضربات قنيطرة فقط أعلاش لأن طبيعة البرنامج كتطلب الضيف يكون حاضر كنتنقل عنده أنا باش نصور بورتري وخصي يكون حاضر غالباً وعادةً الوقت ما كيسمحلوش ولا كي تجيه المسافة بعيدة يعني هنا يا كنكونوا شوية من حاصرين على المحيط اللي فيه مقار القناة أنا مدابية مثلاً يكون بورتري من بركان من العيون من الداخلة من طانطان علش الله يعني يخصوهم يكونوا حاضرين وبشكل مستمر ودائم أنا فقط في هذه النقطة هي المكاتب الجهوية كتخدمنا في الروبورتاجات اليومية أما البرنامج جلدي في الأحد كين واحد واحد العيساب أنا كنعاتف راسعي فيه نيس على أننا ما كنكونوا كنستضفوش بزاف ديالناس من مناطق بعيدة عربي واحد السؤال اللي كيترح راسو دابا كينما قلت كين هناك غيناء غيناء تقافي ونقدر نقولوا بأن التقافة ما عندش بوع جيهوي رغم أنك هنا مناطق جيهوية ولكن هي كتحمل قيام إنسانية قيام تسامع قيام اللي هي التعايش وش نقدر نقولوا بأن الإعلام اليوم نشروا التقافة ونشروا الإبداعات كيساهم كذلك بإبراز هذا القيام اللي كيتمتع بها الحضارة المغربية والتقافة المغربية اللي دائما هي تقافة اللي كتتنتصر لهذا القيام ديالتسامح والتعايش وكتنبدأ تعصب وانغلاق والإعلام صراحة حقيقة لعبها الضور داره وكان منفتحه بها السيطور العنصر ديالتسامح العنصر ديالجانب الإنساني في ترات الوطني المغربي لكن أعتقد بأن الإعلام لا القنوات العمومية ولا الجرائد ولا مختلف وسائل الإعلام لعبها تظهر كبير في هذا الباب أولا لأنه كلهم لا الصحفيين ولا الإعلاميين ولا كذا كلهم أبناء هات المناطق أبناء هات التربة اللي من الجنوب ره من الجنوب اللي من شمال المغرب من شمال المغرب كل واحد عنده شي شوية كيتكاملوا فيما بضاهم كل واحد كيبغيبين هادك هادك الغينة مشكلتنا في استراتيجية استراتيجية دي نأمنوا في الاستراتيجية أنا كنت ذاكر أنا مسؤولين ما نحدوهم مش حكومة كذا اللي مهتمين الجانب التقافي يجب أن يكون عندهم ألافيزيون ويبدوا ينظروا على التقافة بمنظور اقتصادي عربي ممكنش تقافة اليوم عليش عند نكسها التقافي عند نكسها التقافي لأن ما دخلنا شيء تقافة لرواجي كونوميك مفروض أن التقافة نبدو بش جيب مستشارين بش جيب وحد جيب مشاهدين دير قنوات خاصة بالتقافة أعتقد بأنه خصانة استراتيجية دي نشدو دي نشدو مثلا التقافة وندخلوها في الرواجي كونوميك بش الله نعطيوها ما تستحق اليوم حناية في ميزانيتنا دي الدولة تقافة مالياً عالاً كنصرفوا عليها في الحال أنها تقدر تدخلين أموال طائلة جداً الرياضة بقياً كنصرفوا عليها في الحال أنها ممكن ندخلوا بها فلوس كبيرة إذن إلى ما عادلناش أو ما درناش التوافق ما بين الاقتصادي والتقافي أعتقد بأنه العنصر البشاري رمع الدكماد بقول الصحفي الإعلامي القانوات رتبارك الله رلع لهم داره خصنا من الخارج من حكوماتنا من أحزابنا من المسؤولين علينا أنهم يفكروا فهذا وغير بلك وغير بلك الصحفي نقص بلك سعاد أخرى إن شاء الله أكيد أنا كنعرف بأنه لأنه كنم يدار كنم يتعطى غير ما نخليه شهد المنتوج كنتحيش به قانوات أخرى أحزاب وخان نيت فاستمر لهذا المنتوج أنتما في المديرية الأخبار من خلال المواعي الثقافية اللي كتديرو كذلك من خلال ضيف الأحد وهذا وش كتستحضروا؟ كذلك الدفاع لهذا التورات الغنية ديال المغربنا؟ الثقافة أنا كتجيني هي الجينات هي الهوية والبصمة لكل مجتمع مشي بحي لا كنهضروا على شيء أي قطع آخر الثقافة هي نحن كتكون منا كتشبهنا وهذا التنوع كيف نحرصه عليه في نشارة الإخبارية؟ مثلا مهرجان في مدينة طنجة يحرص على إبراز تنوع مثلا الزي الشمالي أو الغناء أو التورات الشمالي حضوره في الأخبار هو اهتمام مننا أيضا بهذا النوع يعني المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية بصفة عامة في المغرب هي لها بالأساس تشغل لهذه المسائل الإعلام يبرز ذلك ولكن شكولك يشغل فيه أكثر؟ المجتمع المدني يخص يكون عنده دور كبير في هذه المسألة هذه المؤسسات الثقافية يخص تحرص على أنها لا تخسر حاجة من غير أنها تبينتك شيء لدينا لا تخلقوش غير هو ركاين نوضفه ونبرزه ونعرضه بواحد شكل يليق به وما على الإعلام إلا أن ينقل الصورة إلى التلفزيون يعني هي المسألة عملية سهلة جدا وبسيطة فقط يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية والإعلامي المهتم بالشأن الثقافي إذا لم يكن يحب ذلك بشكل جيد ما يوصلش الرسالة لأنها مثلا تلقى إكرهات قدام وتلقى عراقيل وتلقى مجموعة دي المشاكل كيف يبقى؟ كيف يبقى ذلك الحب دي؟ لكن أنك توصل ذلك الرسالة كيف مكانت الظروف؟ ماشي أنا ألقى أول عراقيل ونحبس؟ لا، يجب أن يكون أنا مهتمة جدا ونكون نبغي ذلك المجال جدا باش نحاول محافظة له ونبقى متمسك به لآخر رمق من أجل المثقفين أولا ومن أجل المشاهدين والمهتمين بالثقافة نقدر نقوله اليوم المغرب المغرب الآن واش نقدر نقوله بأنه في معركته الثقافية خصوصا أنه البعد الثقافي حاضر باش تطور لأنه مكنش تنمية اقتصادية أولا تنمية أولا تطور سياسي أولا اجتماعي بلا ما تكون الثقافة حاضرة لأن الثقافة جزء من هذا وشرط واجب كذلك لتطوير هذا المجتمع في الاتجاه الديموقراطي الاتجاه لهذا واش نقدرون أن نقوله المغرب في هذه المعركة دياله الثقافية ناجح أولا مثلا خاص ما زروا أحد المجهود الكبير في هذا المجال هذا كم جهود ترسوا الدولة المغربية واستطعت أن الدولة المغربية بعد على الأقل أنه مثلا في القناوة أنه يدخل كبط ريموان انترناصيون باسم المغرب وكذلك في المحون وكذلك فنو الأخرى هذا شيء جميل لدور الإعلام ودور المؤسسات بصيفة عامة هو مزيان هذه القناوة دخلناها العالمية جميل سوء لأي درشني قناوة كذب لي فولكلور عمارك ش رح تيليزي قناوة عمارك ش رح تيليزي طاب لي كدوز منا المرحلة دي للحضراء ما معنى الحضراء أرادو اللي كنت نقوله إحنا في براميج ثقافية هذا الشيء هو الشرح هو أن أولاد الهادي أولاد فلان أولادنا كي كبر كاش ولي في دمه فاهم ما معنى قناوة ليون كين اللي باقي عنده قناوة هو أحسن حاجة دارتها الناس الغيوان وهي على الأقل في كثيرا دي كشيفة لأنها بالنسبة لنا كانت تاقناوية مثلا هي غير الشعوادها والسحور والدبيحة والعالم الآخر والعالم الغيبي العالم دي الأشباح وما إلى ذلك ولكن لي جاءوا الناس الغيوان مثلا وعطونا أغاني جناوية فهمنا ما أشنا ولينا كان قرأوا ومشاوا باحيتين شرحونا ماذا تعنيه تاقناوية لأن اللي خلصنا نحيده على سوراتنا هو منظور الفولكلورية لأنه منظور الفولكلورية يبخيص لمعنى العمق دي الماي وقدان وأعتقد بأن هذا هو الضور الإعلامي المغرب الدولة المغربية السادة عايزة أن تشد لنا هذا البلاء هذا وتحطى لنا في العالمية لينظور نحن كقنوات كوسائل الإعلام نشرحو لولادنا ماذا يعني هذا اللون سؤال الأخير سعاد لأنه هو الوقت للبرنامج ووقت ضيق العالم سيحتفل في 8 مارس سيوقف كذلك على فين وصل هذا العالم في المساوات والإنصاف المرآلي والتي ما نقضوه جزء من بناء الحضاري وبناء هذا القيام الإنسانية ولكن كانت دائما طرفها كانت منسية أنت اشتغلت في ضيف الأحد وكذلك اشتغلت في مواة التقافية مع نساء مبديعات وشنيت فعلا الإعلام كنصفها النساء المبديعات أنه يبرز الحضور ديال همته وما كمتقافاته إلا جيت نهضر على قسم الأخبار نقدر نقول لك أصفق له من هذه الناحية لم نحيط حضور المرأة كضيفة كمحاورة كمتدخلة في التقارير كصحفية كمقدمة أخبار كرئيسة تحرير كرئيسة نشرة كاميرا كصوت في جميع المهام في القناة الثانية المرأة حاضرة بعض المرات يكون حضور المرأة أكثر من حضور الرجل يعني في هذه المسألة هذه نهائيا ما كينش أدنى شك لن تشير لنا أصابع أصابع الاتهام بعدم المناصفة أبدا وإدارة القناة أو إدارة قسم أخبار تحديدا حريصة جدا على هذا الحضور حتى في برنامج ضيف الأحد عندما يكون ضيف رجل مرأة أولى وثانية وثالثة أنا كنتبه الأمر جيدا وكنقول لا ممكن شخص المرأة تكون حاضرة رغم الضيف الأولى تعتادر والثانية تعتادر كمقام مصيرة ومليحة دائما يجب أن تكون مرأة حاضرة حتى أنتقل مثلا ضيف آخر سعاد زعيد راوي صحفية ومعدة برنامج ضيف الأحد الذي يدوز يوم الأحد بالنشرة الإخبارية الظاهرة بالقناة الثانية شكرا على التوضيحات وشكرا على تفاعلك واللغة التي تعدت على الخشب وحاولت المشاهد يتبع معك كيف تشتغل وكيف قسم الأخبار يشتغل على الجانب التقافي وهو عمل مدني نتمنى أن يكون لدي حسن ضنهم ونتمنى أن نضيفه شيء كثير للبرنامج ضيف الأحد ودى الفقراتنا والأيامنا كلها العربي رياد كاتب الصحفي كنشكرك بزيف على التوضيحات ديالك وكذلك الملاحظات ديالك اللي نهود بهذا المشاهد التقافي وبهذا التورة التقافي الغني اللي كتعرفه بلدنا شكرا بزيف شكرا لكم على المتابعة أكيد أنه النقاش حول المشاهد التقافي ونقاش غيب قدائما مستمر وغيب قدائما حاضر في النشارة الإخبارية القناة الثانية أما أنا فلي معكم موعد آخر في حلقة جديدة من برنامج الوسيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر